اطلب العلم من المهدي إلى الله ما قاله بن عاشور من أن اهتمام أصول الفقه لا ينصب على الحكام ولا على المقاصد لأن علم أصول الفقه هو علم إجرائي علم يعني أساسا بالاستنباط من خلال وضع القواعد الجامعة التي يعتمد عليها في عمل الاستنباط ولذلك كان البعض يسميه يسميه هذا العلم من أصول الفقه بمنهج الاستنباط ومعنى ذلك أن الاستنباط هو فن وهو عملية مؤصلة وهو ليس كما يظن البعض هجوما على الألفاظ وتحملها ما لا تطيق من المعاني ولي أعناق الكلمات للخلوص إلى نتائج موضوع سلفا وهذا هو العيب الكبير الذي يقع فيه البعض أي حينما يرى أن عملية الاستنباط هي عملية الشرعي هي عملية لا تختلف عن الاستنباط اللغوي أو أي نوع من أنواع الاستنباط وبالتالي فهؤلاء يعطون أنفسهم صلاحية تشقيق المعاني من الألفاظ واستنباط المعاني من الألفاظ اعتماد منهم على الجانب واحد والجانب اللغة ظنن منهم أنهم يتقينون اللغة وأن ذلك كافي ولا يبالون بعد ذلك بأي طريق أو بأي وسيلة وبأي كفية نستنبطون هذا كله سبب من سباب الخالر الآن لابد من تسجيل هذا أي أن الاستنباط ليس هجوما على المصوص ليس اعتمادا مطلقا فقط على اللغة وإنما هو تعامل مع النصوص من خلال استحضار القواعد هذه القواعد هي التي تؤطر عملية الاستنباط أي نحن لا بد أن يكوننا معرفة بالقواعد التي نستعملها ونتوسل بها ثم يكون الاستنباط وهدف الحقيقة كل عمل علمي كل عمل علمي شأنه أن يكون هكذا ما الفرق بين أن يتولى الإنسان مثلا في بادية تربية المواشي أو تربية النحل شيء من هذا فقط لأنه يريد أن يربي النحل وبين أن يربي النحل أو المواشي انطلاقا من معرفة بقواعد التربية وبأصولها فرق كبير جدا أنك تربي النحل لأنك وجدت الناس يفعل ذلك فيقدر يكون المردود سيئا وقد تكون نتائج مخيبة لكن أن تتعامل مع هذا بناء على ضوابط تلقيتها في المدرسة الفلاحية على أيدي الأساتد على أيدي المهندس فالفرق كبير تمام المحل لأن نقول لكم الآن هذا شخص يظن أنه قادر على أن يستنبط لأنه يعرف اللغة مثل ما أن شخصا آخر يظن أنه قادر على أن يتعامل في الفلاحة أو في التربية أو في شيء انطلاقا من خبرته أو مما يبدو له وكثير من الأشخاص الذين لا يؤمنون بقيمة العلم يرددون هذا أي حينما تتحدث مع إنسان خبير يطلعك على استنتاجات وما وصل إليه علم الفلاحة مثلا ويقول بأن لا لابد من مراعاة الزمان لابد من مراعاة التربة لابد من اختبار هذا النوع من التربة اختبار النوع النبات الصالح لابد من الاهتمام بكيفية السقي وبالجو بتغطية شيء ظروف كثيرة هي علم الفلاحة لكن هذا الشخص الذي ليس كذلك يقول بأنه ليس في حاجة إلى شيء من ذلك نحن نحن كل غدورين أنا فلاح جدك فلاح أبك أنت فلاح فاشل وجدك كان فاشلا وأبوك كان فلاح فاشلا انتهى الأمر وإلا هذه خطورة جدا هذه خطورة كبيرة جدا في كل القطاعات نجدها في الطب نجدها هناك من يقول هو طبيب هو يستطيع أن يعالج الأمراض التي لا يعالج الأطباء بل هو يفوق الأطباء حينما يكون الأمر هكذا لا نتقدم في العلم أبدا وهذا الذي نعيبه على الناس في كل القطاعات نعيبه أيضا على الذين يتطاولون على الاستنباط من غير أن يكونوا مؤهلين له لا أقول فقط معرفيا لأن الإنسان قد يكون مؤهل معرفيا من حيث التأهيل العام ولكنه في التأهيل الخاص أو في هذا الفن ليس له فيه بضاعة وإذلك كان عندنا في تاريخنا كان عندنا مفسرون ولم يكونوا أصليين وعندنا أصليون لم يكونوا مفسرين وعندنا أناس المحدثون ولم يكونوا مفسرين وهكذا كانت هذه القطاعات محترمة لأن الأمر هو هذا وأعود الآن فأقول إن علم أصول الفقلة نحن نجد أن نبس هذا ذي الحديثي والتمييزي بينه وبين مقاسد الشريعة هذا العلم في يوم من الأيام قدم إلى الناس على أساس أنه علم المنهجي أولا وأنه يعني الفلسفة الإسلامية وإذلك حينما كان الناس يتساءلون عن الفلسفة الإسلامية كتب أحد الأزاريين كتابا هو كتاب التمهيد تاريخ الفلسفة الإسلامية شكرا مصطفى عبد الرزق هذا الكتاب يجب أن يكون بأيد الناس جميعين هذا قال فيه هذا الشخص إن طريقة الشافعي وركز على رسالة الشافعي إن رسالة الشافعي هي عنوان إسهام المسلمين في المباحث الفكرية طبعا الذين لا يريدون هذا لا يعرجون على هذا الكلام ولا يرون أن ذلك صحيح لأنهم يرون أن الفلسفة هي ما يقولونه هم إذا كانت الفلسفة هي فكر وتحريك للدين لا يرون هذا الفلسفة لأنه لأن ما داره على الأصول الشرعية على النصوص الشرعية وذلك فهم يقصون وهذه معركة معركة إتبات أن علم أصول الفقه هو مظهر مظهر الفلسفة الإسلامية ولماذا كانت كذلك أول لأنه فكر إعمال الفكر ثم لشيء آخر يتميز به علم أصول الفقه وهو أنه لم يلتبس بمحث آخر أي ليس عند الأمم الأخرى علم يشبه هذا حتى نقول إن الأمة الإسلامية تأثرت به فعلم المنطقي معروف أن له تأثرا هو أرطباط بالمباحث المنطقية الفلسفية اليونانية علم النحو فيه كذلك علم النحو فيه بعض المباحث هي مستقات من جهات من مباحث أخرى قصوصا العلة والعلة للنحوية ليس كعلة للأصوليين العلة للنحوية التي نتحدث عنها هي العلة الأوائل والثواني والثوارت فالعلة الأولى سهلة العلة الأولى سهلة لماذا كان هذا الاسم مرفوعا لأنه فاعل وإذا لم نقنع بهذا سألنا ولماذا كان الفاعل مرفوعا قلنا لأن الرفع خفيف وهذا يصلح في الإسناد فإن قالوا سألوا سؤالا ثالثا دخلنا إلى العلة للثوارت فعلة وعقبها علة وذلك علة أوائل والثواني والثوارت وابن مضاء حينما كان يعيب على النحاة كان يعيب عليهم العلة للثوارت من بعض الطلبة يقول إن ابن مضاء ناهض العلة وهو لم يناهض لأنه يمكنك أن تعلم الناس إلا بذكر العلة العلة الأولى لماذا هذا حضر زيد النقل حضر في الماض زيد فاعل زيد مرفوع لأنه فاعل أو في اسم آخر منصوب لأنه فاعل هذا لبيان الباب لأن نحو شأنه أن يبين الباب النحوي صرف يبين صرف في الكلمة ولكن نحو يرجع الكلمة إلى بابها فإن كان مزرورا فهو في داخل في باب الإضافة إضافة بتوابعها كما يقول وإن كان منصوبا فهو على أساس أنه يدل على أنه فضلة وذلك فضلة منتصب وأنه قد ليس لا يكون ركنا في الإسناد ولكن حينما تقول هذا مرفوع لأنه فاعل وهو ركن في الإسناد الفاعل ركن الإسناد مثلما أن المبتدأ والخبر كلاهما ركن في الإسناد ولذلك المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع هذه علا تكفي إذن فأقول بأن هذا العلم علم إجرائي علم يضبط عملية الاستنباط وهذا شيء مهم جدا فإذن من كان يظن أنه بإمكانه أن يشتغل على النصوص الشرعية من غير من غير من غير تأهل بهذا الجانب الجانب الإجراء التقني بالقوائد فإنه في الحقيقة يكون خارجا عن العملية عموما وليستحق عمله أن يسمى لس جهاد إذا كنتم الآن لا تجدون كلام يتحدث فيه وشعار يرفع والآن أكثر من شعار الاجتهاد لا بد أن نجتهد تجتهد بعد العمل بعد التأهل أما أنك لا تتأهل فليس ذلك في اجتهاد لأن أي قاعدة من القواعد أي قاعدة من القواعد تعويذك مثلا إذا قلت إن الحكم إذا علق بمشتق كان ذلك الاشتقاق هو علة الحكم هذه قاعدة لسه للحفظ للتطبيق إذا علق الحكم بمشتق لا تسأل بعد ذلك لماذا لأن الاشتقاق يذن بالعلة إذا قلت لك أكرم المجتهد فإن قلت لي لماذا أكرمه معنى أنك لم تفهم شيئا أكرم المجتهد فلما قلت لو قلت لك أكرم الرجل لصح لك أن تقول لماذا لأنه جامد ولكن ما قلت لك أكرم المجتهد فهذا اسم الفاعل من اجتهد يجتهد فهو مجتهد فما أنت لا تكرمه إلا لأنه مجتهد فإذلك لو سألت احتفل النص الأدبي لو قلت لنا النصوص بعد ما رأس فيها لغو أي الذين يعالجون النصوص بلا قواعد هم أيضا يقعوا لهم اللغو وفلان تقدم إلى الأمام والتقدم لا يكون إلا الأمام وتأخر الوراء فهو كلام فهو كلام زائد فالتأخر إذ لا يكون لأن هؤلاء يتحدثون بلا ضابط لا في اللغة ولا في ضوابط الاستنباط مثلا ولكن قواعد نفيسة جدا أنا أظن لو أن الناس لو أن النقاد ودارسي اللغة أفادوا من قواعد من قواعد الأصوليين طبعا نقولك نحن الآن نقيد لغة نحن لا نقيد نحن وذلك بما إن شاء الله إذا كان يستلت على أسبوع الجاية نعطيكم محد البحث القديم حول إسهام الأصولينا في دراسة دلل قديم قديم مهم جدا مهم جدا وما يقال الآن في اللغوية في سنية بعضه هو ما يذكره أصوليون وأنا بل أزعم أن كتابة أصوليين في الدلالة فيهم الدلالة هي كتابة أدق مما كتبه الغيرون البلاغيون تحدثون والبيانيون تحدثون في الدلالة ولكن كلام الأصوليين في الدلالة كلام راسخ ودقيق لماذا؟ لأنهم يرتبون على ذلك الأحكام الشرعية إذن فهذا إذن أعود فأقول بأن ما قاله صاحب هذا الكتاب بأن علم أصول الفقه لا يعنى بالأحكام لأن هذه الأحكام لا يتعلق بها لا تعلل بها لأن الأحكام لا تعلل بها هذه الأحكام وأنه لا يعنى بالمقاصد إلا ما ندر إلا في أبواب وذكر من الأبواب التي اهتم فيها الأصوليون بالمقاصد وبالعلل مبحث مسالك العلة وهو محث أساس عنوانه العلة وبيّنت أن مسالك العلة هي نوع من الاختبار للعلل اختبار كأنك الآن في مختبر فأنت من جهة تجد الحكمة منصوصا عليه الخمر حرام الخمر حرام لكن أنك لا تكتفي بهذا وإنما تحاول أن تعرف العلة في ذلك فتأتي بكل الاحتمالات بحال رياضيات تأتي بالاحتمالات احتمال الأول الثاني الثالث الرابع الخمس فتقول مثلا إن الشراء حرم الخمر لأنها سائل أو لأن لونها أحمر أو لأنها غالية في التمن أو قل ما شئت كل ما يمكنك أن تحضره من الأسباب المفترضة يجيب لكنك لكنك حينما تريد هذا هذا تقسيم هذا تقسيم أي حشر وحشد للعلان الممكنة لكنك حينما تنتقل إلى عملية أخرى تفتش هذه أخرى إلغاء هذا سبر المواقف القرآن الكريم وأنا أقول بالله ما كتبه الشيخ عظيم في هذا وهو من المحدثين ولم توفي رحمه الله في حادث تسعين ربما لم يكتب مثله لم يكتب له لأنه كتب شيء كثيرا في الأحروف الأدوات وفي الصياغ في الأفعال بحيث اشتغل وهو كتاب اشتغل لأنه من تقريب تقريب ما اشتغل معه في المواقف كان اشتغل على المبرد لأنه حقق ختاب المقتضب للمبرد وحقق مع المبرد كتاب آخر فيها مشه ومسائل فارقي إذن جزاهم الله وخير هؤلاء الذين قدموا إذن هذه الدرسات التي أتحدث عنها الدرسات العلمية التي يجري الحديث عنها أقول إن من الأبواب أو من القضايا التي كان الأصوليون مضطرين إلى أن يبحثوا فيها عن العلة وما يشبه العلة مبحة آخر هو مبحة المصلحة المصالح وهذا مبحة مهم جدا هو الآن نحن نتحدث عن روح الشريع الإسلام روح الشريع الإسلام تذكرون أننا في حالة فيما سبق كنا نتحدث عن الحشر الجمع عن التقسيم الذي في إحضار كل العلة أو المفترض وأننا بعد ذلك لجأنا إلى الصبر وأننا من خلال ملاحظة ما هو مناسب قلنا إنه هو العلة أي قلنا بأن الخمر حرمت لكذا ولكذا 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 لكن تلتقي مع توجيه الشريعي ومع أحكامه الأخرى فهذا لذلك كان الحديث عن التعليل يفضي الحديث يعني عن المناسبة عن المناسب لحظوا الآن تقلوا منها أي هو نفسه يفضي وحين ذاك نتساءل نحن عن هذه الأحكام الشرعية لها صفات وأوضاع هناك أحكام مناسبة أي فيها مناسبة إذن نحن خرجنا من العملية تقسيم لنقول إن هذا الفعل فيه علة مناسبة مناسبة لكن العلة المناسبة أي التي لا تخالف توجيه الشريع ليست نوعا واحدا العلل التي هي علل مقررة ومناسبة ليست عللا من نوع واحد فهناك علل معتبرة وهناك علل هي علل لاحظوا لا ننفي أنها علل وهي مناسبة وهي مع ذلك غير معتبرة وهناك في الأخير علل مناسبة مناسبة أي على مذهب الشرع على توجيه الشرع ولكنها مرسلة ليست لا ملغاة ولا مؤتبرة إذن نحظوا كيف يمضي تشريع الإسلام فالقسم الأول وهو العلل المعتبرة هي علل مناسبة عرفنا أن الشرع اعتمدها واعتبرها لماذا لأنه قرر فروعا أحدث فروعا في قياة عالمنا منها أنه اعتبرها أذكر لكم مثلا أن حفظ المال حفظ المال هو عل في تشريع حكم قطع يدي السارق وفي كثير من الأحكام التي تحمل المال إذن فهنا عرفنا هذا وأحكام أخرى جاءت في هذا الباب مؤيدة لهذا المناسب أي شاهدة له فالذي يشهد لأن لكون الإسلام يحافظ على المال أن الإسلام مثلا يقول الله تعالى فيه ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما لا توتوا السفهاء أموالكم إذن فأنت ممنوع عليك أن توتي المال من كان سفيها لأنه قوام الحياة بنسبة الأمة هذا شاهد حرم الإسلام التبذير ولا تبذل تبذير حرم الإسلام إطلاف المال وإضاءته لا يجوز إطلاف المال ولا إضاءته بأي نوع بذلك حتى العقوبة بإحراق المال لا تجوز في الشرع لا يعاقب الجاني بأن يحرق ماله ودفق قضية تحدث فيها الفقهاء في قضية الغلول أي جال جزاء من يغل في الحرب الغلول سرقة في موقف المخين هو أن الإنسان يكون من الجند ويحصل الجند الغنائم فلا ينتظر هو إن تقسم الأموال بل يأخذ منها يأخذ منها قبل أن تقسم يستبد بهذا وفي أصل له فيها شبهة الملك في الأصل هو شبهة الملك لأنه هو واحد من الجند ولكنه الآن ليس مالك الله فلذلك أخذه لها واستبداده بها هو غلول وهذا فعل محرم وإن نبي السلام قال عن رجل غلى كان أحدهم قد غلى وهو عبد يسمى مدعم كان قد شارك مع المسلمين في بعض الغزوات فأصابه سهم قبل أن تبدأ المعركة أصابه سهم عاثر فقتله فقال الناس بعد ذلك هنيئا له الجنة هنيئا له الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي أخذها من المغانم لم تصبها تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا إن الشملة التي أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا وكان هذا دليل على أن هذا النوع من الانتداد من الأخذ المال على أنه حرام إذن حكم الغلول يؤيد ما ذكرته من أن الإسلام يحافظ على المال أي من الكليات التي يحافظ عليه الإسلام المحافظة على المال بالمناسبة من عبدالبر في كتابه التمهيد قد تحدث في هذا الحديث وأطال أرجو أن تعود إلى هذا وقد أسس عليه بابا كبيرا من عبدالبر في كتاب التمهيد ما في المطأ من معاني الأسانيد وقد تحدث عن هذا حديث مدعم وقال وتوسع فيه وذكر فيه أحكام الرشوة أحكام الرشوة كلها مذكرة في كتاب التمهيد وتوسع في ذلك على عادة الفقهاء حينما يتعامل مع النصوص لا من باب اللغة وإنما من باب قواعد الاستنباط إذن هذه الشواهد التي ذكرت لكم تؤيد ما ذكرته من أن الحفاظ على المال هو سبب وهو علة تحريم السرقة إذن لماذا حرمت السرقة لأن الإسلام يريد الحفاظ على المال ما الذي يشهد لهذه العلة المناسبة تشهد لها نصوص أخرى إذن هكذا وأنت ترى أن الأحكام الشرعية أحكام الشرعية تشهد كلها لهذا فحكم مثلا معاقبة المفتري والقاذف الذي يقذف الناس في أعراضهم أي الذي يقذف الناس ويتهمهم لأن القذف لا يكون إلا بتهمة زنا ما يقول لها ليس صلى شهادة إذن حكم بالقذف القذف حكم عرفنا منه ومن شواهد أخرى مماثلة أن حماية الأعراض شيء أو مقصد المقاسد الشريعة الإسلامية إن لاحظ إن هذه هذه علل ومناسبة أي مجارية لتوجه الشرع والذي دل على أنها معتبرة هي هو أن الشرع النسج على نحو ذلك وأسس الفقه على هذا هناك في المقابل علل مناسبة مناسبة لكنها غير معتبرة وارتوبة أشغال تعرفوا بس تعرفوا شو تجاوبوا في هذا الموضوع أنا غير نطرع عليكم السؤال هو أنا أسو سربوا الماء هذه المقاسد أنتم بغضوا تقرأ وتقرأ المقاسد كان قرنا شيء وحد قاصدة دي البياتي وكان خرجته قلت هذا الفهم الحقيقي دي ليعطوك المقاسد لتوجه الشريعة الإسلامية العموية ما ما تفيد في الشريعة الإسلامية هناك الآن مقاسد هناك علذ لا ينكرها الشرع لا ينكرها من حيث توجه من ناسب ومع ذلك الشرع لم يعتمد لماذا أقول لأن لا يذهب بك الظن إلى ما قاله الناس ويقوله الناس بأن كلما وجدت المناسبات والعلة إلا وشرع أبدا قد توجد العلة المناسبة ومع ذلك تكون ملغاتا إن هذا وكلا مثلا أذكرنا أمثلة أذكر مثالين المثال الأول هو جزاء الأول أو كفارة الذي يواقع أهله في نهار رمضان هذا انتهى كحرمة رمضان إذا كان هذا الشخص غنيا شخص غنيا وأراد أن يكفر فهناك خسال أن يصوم شهرين متتابعين أو أن يعتق رقبه وشي من هذا القبيل لكن الذي نص عليه صاحب الشرعي هو قال اعتق رقبه اعتق رقبه نحن ماذا يبدو لنا لو ترك الأمر لنا لقلنا إن هذا الشخص بما أنه غني فالأولا أن يصوم حتى لا يستهين ب لكن هذا ليس هو من هذا الشرع لا أن يعتق لا أن يصوم لحت إذن لحت أن ترك العقل فذهب في اتجاه وذهب الشرع في اتجاه آخر لذلك حينما وقعت نازلة في الاندلس تعرفنا القضية قضية إحياء بن إحياء والخليفة أفطار وكذا فقال له مالك فراء قال أنت صوم شهرين أما اعتق الرقاب فلك كثير من الجواري وقال هذا والنس يحتفين بهذا وده إحياء بن إحياء ليثي هو تلميذ إمام مالك قال العلماء فيما بعد من مالك يغيره إن إحياء لم يوافق لم يحالف الصواب في هذه هو أراد أن يشدد على الأمير إحتى لا ينتهي كرمضان لأنه بالنسبة إليه موسر يمكن أن يفعل هذا كل مرة قالوا لكن مراد الشرعي لم يكن هذا هو أن تعتق فأعتق أما أن تدخل ذلك الاعتبار فهو اعتبار مناسب مناسب ومنطقي ويجري على طريقة الشرع ولكن الشرع لم يعتمد إذ ما كل شيء لاحظوا ما كل شيء يمكن أن نسميه مصلحة حتى لو كانت من ناحية الشرعية واضحة ما كل شيء يستحق ويسميها مصلحة المعتمدة هذه آداء آداء تحفظ لن نقول لكم عليه انتبهوا لأن أي إنسان يختلق مصلحة الآن يدعيها ويبني عليها الشرع ويحطم بها الشرع أصلا المصلحة الآن هو أن لا نترك حكم الارث كما كانت الأوضاع فيما سبق إذن هذه لا هي مناسبة ولا هي مشهود لها والنص في ذلك قطعي ومع ذلك يقفز عليها الشخص يظن أنه يجتهد هذا اجتهد هذا هذا ليس اجتهد أعود إلى مثال آخر من الأمثلة التي توهمها الصحابة في ذلك وهو مثال المبالغة في التعبد تعرفون أن بعض الصحابة لما انتلأت قلوبهم إيمانا كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعلوا أشياء وكانوا يريدون المبالغة في ذلك واحد منه يلتزم أن يصوم ولا يفتر وأن أو أن يصلي الليل ولا ينام أو اعتزم آخر أو يلتزم أن لا يأتي النساء فالما قال هؤلاء هذه المقالة وسألوا عن عبادة رسول الله سأتلم كأنهم تقلوها رأوها قليلة فقال لهم إني لا أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء هذه سنتي من رغبها سنتي فليسمعني إذن لو كان الأمر بما كانوا يظنون عليهم كانوا يفعلون العبادة والعبادة على كل حال خير لكنها في هذا المقام ليست كذلك ليست مشهودا له مع أنها في ظاهرها عبادة والشرع يقبل هذه العبادة وتأتي على ليس فيها معصية تأتي على منهجي الشرع في الدفع بالناس إلى العبادة لكنه في هذا المقام ليقبلها فهذه العبادة كانت ملغات لماذا لأن للشرع شيء آخر هذا الأمر يبدأه الناس ولكن هم يعجزون عن مواصبته في زمن معين يكون الإنسان قد بالغ ويصير في نهاية المطاف إلى الانقطاع كل من تزم أكثر مما يطيق ينقطع إما لطول المدة أو للمراض أو لشاغل فهو يبقى كما من هذا الذي يسير وحداه لا يبقى الظهر ولا يقطع الأرض لا ظهرا أبقى لا أرض القطع القطع سار ولكن يصل وحينما يبحثوا يجدوا أنه قد أتعب الظهر أتعب فيكون قد خسر مرتين والحياة والإسلام نمط ونظام للحياة الدائمة واعبد ربك حتى يتيك ليقي هذا لا تستطيع أن تتمر به إلى أن يتيك ليقي هذا قد تجد في مستقف في مراحل حماس وبعد ذلك لا تستطيع وذلك كان بعض الفقهاء لا يحبذ أن يلتزم الإنسان شيء من العبادة نظر الفقهاء يقول لا يؤيدون هذه النظور لأن الإنسان قد يجد سهو عاجزا عنها تماما فالإنسان يأتي هذه الطاعات ما وسعه ذلك الأمر ذلك فإذا تعب توقف ولكن أن يكون قد سير هذا الأمر الذي كان سنة أو رغيبة سيره فرضا فيكون قد أحرج نفسه إذن هذا الأمر لم يسايره الإسلام لم يقبل به الإسلام لأنه كان يخرج به عن طبيعته لا رهبانية في الإسلام القضية لست قضية شخصين قضية أمة ذلك كهينما تتجاوز الأمور حدود العادة والحدود يكون للشرع موقفون آخر من هنا حينما يتحدثون وبعض الناس يتحدثون أو يريدوا أن يدخل نفسه ويقحم نفسه بين الصحابة ويقولنا إن أباذر الغفار كان رجلا لا يترك شيئا ما جمعه أنفقاه وكان لا يبقي شيئا لأهله وكذا وكذا وسمهه كما عرفتم أنه اشتراكي الأول ما كان اتشح وعثمان بن عفان نفاه إلى الربذة مات وحده نفاه لماذا لأن ما يحمل عليه ما يحمل الإنسان وعاليه نفسه اصلح له ولكن من يجري من يجري كذا ويجري اشتراك كمية مزان الله يأتي الصحاب ولكن أن تلزم به الناس هذا شيء آخر أن تقول الناس أيها الناس لا فعل إلا ما فعلت هذا إحراج للناس هنا ارتقاء فهذه العبادات التي هي شيء جميل ولكن حينما يريد الإنسان أن يسنها أو يلتزمها ويفردها الناس يكون ذلك شيئا مناسبا ولكنه مناسب ملغا إذن لاحظوا أن الشيء المناسب الذي يجري على طريقة الشرع يمكن أن يرغي الشرع هذه التانية المسألة التالتة أو الحالة التالتة أن يكون هذا الشيء مناسبا للشريع لروح الشريع الإسلامية ولكنه ليس هناك ما يشهد له لا باعتماد الشرع له من الأحكام والنصص ولا ما يدل على أن الشرع نبذه وطرحه بالأبد ليس فيه الشرع ما يشهد له بالبقاء وبالاعتماد وليس الشرع ما يدل على أن الشرع رفضه وأبافه والمصالح المرسلة هذا من المصالح المرسلة وسماها المالكية هكذا بالمصالح المرسلة ويسميها ويسميها البعض المناسب المرسل المناسب المرسل ويسميها البعض بالاستدلال بالمناسب ويسميها البعض بالاستدلال فقط لاحظوا إذن فأنت حين من الآن يجب أن تتعامل بهذا الأساس أن تسميها مصالح مرسلة أو المناسب المرسل أو الاستدلال المناسب أو الاستدلال هذه الفاظ الأصولية في التعبير عن هذا هذا الأمر وهي في مذهب الإمام المالك قوية حاضرة بقوة هذا المناسب المرسل أو المصالح المرسلة هي التي اختلف فيها النظر بين الأصولين بين أن يستشهدوا بهؤلاء بين أن يعللوا بهؤلاء فأما ما كان من قبيل المناسب المعتبر والمناسب الملغى فهذا يمكن أن تعلل الأحكام به الآن خلاف في هذا الصنف الثالث في النوع الثالث وهو المناسب المرسل أو المصالح المرسل فقد رأها مالك ولم يقل بها بعض الأصولين أو توقف فيها وهذه المصالح المرسلة هذه المصالح المرسلة مفيدة جدا لأن الحياة لا تستوعب كل لأن نصوص شرعية لا تستوعب كل الأحداث الحوادث والنصوص ليس على درجة واحدة النصوص متناهية كما قالوا النصوص متناهية النصوص القرآنية هي هذه لا يمكن أن يزاد فيها شيء النصوص الحوادث هي هذه لا نخترعها ولكن الحوادث غير جميع الذين لم يكونوا يقولوا بمصالح المرسلة اضطروا إلى ذلك اضطروا إلى ذلك بينت لكم أننا في قضية الطواف حول البيت وقع التغييرات في المسعاز بين الصفاء والمروى والسع وكان هناك من لا يقول بهذا هناك الرمي الجمالات كان يقع في مكان ضيق وكان الناس يموتون وكانت هناك طبقات للرمي كان هناك من رفض كل هذا هذا ما ثبت في السنة فلا نفعله ولكن هل ثبت في السنة أن الناس كانوا يموتون في مينا ما ثبت هذا ولكن ثبت أن الناس يموتون في مينا في بعض المرات تعرفون إحداث التي وقعت حادثة المعيص وفيها ألاف ذلك الناس كانوا يموتون السنوات الماضية مات فيها الناس آخرون بأسلوب آخر فلا يمكن أن نستمر دائما في أن نقول لناس ضوء الأشياء كما هي ثم نرسل مجموعة من البشر ليموتوا في أقدس مكان مفروض أن نحافظ على سلامة هؤلاء ليذهبوا آمينين ويعودوا كذلك آمينين إذن فالمصالح هذه وسات على الناس الآن كلمة لا بد منها أو شيء لا بد منها أذكره وبالمناسبة هذه المصالح هذا درس في المقاصد في مبادسة الآن نحن نقرأه مرتين أو على الأقل أنتم تأخذون مبادية المصالح حكى المصالح مرسلقة الناس يعرفوا المصالح ولكن أي مصالح الله أعلم لكن الآن نتكلموا فأقول ما معنى البحث عن المصالحة المصالحة كما يقول ذلك الأصوليون والحذاق من الأصولين يقولون إن المصالحة أو البحث عن المصالحة هو البحث عن مراد الله من المصالح وهذا شيء مهم جدا أنا بيهنت لكم أن هناك مصلحة لا يعتمد هذا الشرع مصلحة مرغت إذن لسا من مراد الله أن تعتمد إذن لا تصورش بأن كلما كانت شيء مصلحة كان حتما من مراد الله أبدا أنت لا تكتفي بأن تقول هذا مصلحة وتتبته لابد أن تقول إن هذه مصلحة هي من مراد الله تعالى وإذن هذه فكرة إذن كل ما يتقل حول المصالح كله لا قيمة لا أنا لا أستطيع أن أعطي مصلحة من ذاتي يقولكم هذه مصلحة يجب أن نقل كما يقع الآن في هذه المناقشات لا هل نقول إن المصلحة التي نسميها في الشريعة الإسلامية مصلحة يجب أن تكون شيئا مشهودا له أي من مطابقة وموافقة لمراد الله من الشريعة وإلا لم تكن لأنه شوفوا إذا يقع الناس وقف الناس عند هذا الظاهر الشريعة الإسلامية دين تحقيق المصلحة كل الناس يقولوا شيء ما هي مصلحة الذي يسرق له مصلحة في ذلك لو أخت موظفا مرتشيا قولك مصلحتي لأنني ما دلت شيكا ما غيرت نقري ولادي ما يدلت لو أخت مرأة بقيا لا قالت أنا مصلحتي إنها تجارتي لو أخت إنسانا يتعامل بالربا لا قالك مصلحتي فالناس ليس له مصلحة مضبوطة فلا يفعل شيء شخص شيء إلا هو مبدئي مصلحة تكي خرشي واحد يقطع الطريق رامش يضور على مصلحته ما غيرت يقول له رامش يضور على مفساد وقال ما عندي شفر عندهم زيانة فإذا تتعارض المصالح في الدنيا ويقور الأمر إلى اضطراب أحوال الناس لو ترك الأمر تحديد المصالح إلى الناس لوقع خلال الكبير لذلك نقول إن المصالح التي نتحدث عنها هي التي تريد أو تعكس مراد الله سبحانه وتعالى من من المخلوقات هذه المصالح يمكن بعد ذلك أن اخصى وحد درس توسع فيها ما هو ضروري منها لا بد أن نتحدث عن تصنيفاتها عن ضرورية كونها ضرورية وكون حاجة وكون تأسي وفرق لأن هذه الفروق الجزئية التي جعل الإنسان يتحدث يقول كلام صحيح في الشريع وإلا حينما يأخذ بالعناوين أو تكون عنده مجموعة من الأشياء فكار متركة ما إنه لا ينتهي إلى غاية سديدة إذن توقف إن شاء الله سبوع المقبل إن شاء الله توقف إن شاء الله هم؟